موسيقى مرحبا بكم مجددا في نشرة السادسة ونتحول إلى الملف الروسي الأوكراني نشهد رئيس الأوكراني فلاديمار زلنسكي حلفا نيتو لحماية المواقع النووية في بلاده جاءت مناشدة زلنسكي مع تصاعد المخاطر من استهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا وفي خطاب ألقاه عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية البرلمانية للناتو في مدريد حفى زلنسكي الدول الأعضاء على ضمان حماية المحطات النووية في بلاده من الهجمات الروسية أعرب الله كرملين عن قلقه من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية ودعا الكرملين أدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة الطاقة النووية في أوروبا هذا وقد قرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيد موسكو بأن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات أكد ريناتا كاريتشا مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينقذون محطة زابوريجيا النووية وحذر كاريتشا من أن تفقد محطة زابوريجيا ما زال غير آمن كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي قد دعا في وقت سابق إلى وقف قصف المحطة لعب بالنار هكذا وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد تعرضها مجددا للقصف فمع تبادل روسيا وأوكرانيا الاتهام بقصف المحطة الأكبر في أوروبا قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن مثل هذه الهجمات قد تتسبب في حدوث كارثة كبرى مدير الوكالة الأممية رافايل جروسي وصف الأخبار الواردة من المحطة بالمزعجة جدا لافتا إلى أن حدوث انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى هو أمر غير مقبول على الإطلاق أيا كان من يقف وراءه وزارة الدفاع الروسية من جانبها أكدت أن كييف لا توقف سفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة في المحطة لافتا إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية على الجانب الآخر اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية روسيا بتعريض العالم بأسره للخطر مؤكدة أنها سجلت 12 ضربة روسية على الأقل في موقع المحطة النووية وكانت دابوروجيا توفر نحو خمس احتياجات أوكرانية من الكهرباء قبل العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات بسبب القصف المتكرر عليها وأثار ذلك مخاوف عالمية من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كم فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم وهو كارثة تشيرنو بالعام 1986 اشتركوا في القناة